قال سيدنا ومولانا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر نهضة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه كانت نهضة تدعو إلى إصلاح واقع الأمة لأن وضع المسلمين في تلك المرحلة من الزمان أصبح وضعا يرثى له وضعا منهارا في مختلف الأصعدة الإصلاح الحسيني راية الحسين التي ارتفعت في سبيل الإصلاح إنما كان الإصلاح على أصعدة متعددة أولا الإصلاح العقائدي حينما تعيش الأمة في دولة يقودها دولة على أساس تكون إسلامية وقائدها ملحد هذا القائد يؤثر على المجتمع انتشر في عهد يزيد بن معاوية مختلف المحرمات ومختلف العقائد الباطلة انتشرت العقائد الجبرية بمعنى أن الإنسان مجبور في أعماله إن قتل فهو مجبور وإن سرق فهو مجبور وإن ارتكب أي حرام فهو مجبور فيزيد معاوية الذي قتل الحسين فهو مجبور عقيدة باطلة وقامت الدولة على مشورات رجال من غير المسلمين كالأخطل المعروف شاعر بني أمية وكسرجون مستشار معاوية ومستشار ابنه يزيد سرجون رجل قسيس قسيس ولا يعتقد بمبادئ الإسلام وكانت له ترات مع رسول الإسلام وأهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم